اشتركوا في القناة السؤال الاول من قصة طبعا طموح جارية بيقول لي ما العقبات التي ذكرها نجم الدين لشجر الدر بعد دخوله دمشق طبعا من العقبات اللي ذكرها صعوبة الطريق وخبص الفرنج وامراء باني ايوب او صيوف باني ايوب وكمائنهم وبالنسبة طبعا لاهم الصوابات طبعا زي سوداء بنت الفقه واتبعها الموجدين بيننا السؤال التالي بيقول لي علل ارسال نجم الدين كتابا الى عمه الصالح اسماعيل طبعا ارسل الى عمه يطلب منه ان يأتي اليه ويساعده في دخول مصر السؤال اللي بعدين علل رغبة شجر الدر في ان يشتري نجم الدين غلمانا صغارا ذلك حتى يربيهم ويكون لهم الاب والاخ ويربيهم على الفضائل حتى يكونوا جيشا قويا له في المستقبل ولا يتعرض لاي خيانة مثل ما حدث من قبل مع امراء باني ايوب السؤال التاني من قصة اثر لان القلعة تعد من اهم القلاع على ساحل البحر الابيض المتوسط وقد تم بها سلاطين وحكام مصر على مر العصور التاريخية وفي العصر المملوكي تم سلطان كنصوة الغوري مضاد كلمة شحنها طبعا اخلاها ومراضح العتاد هو عدة كل شيء لماذا اطلقها على الكنيسة المعلقة هذا الاسم لانها بنيت على برجين من الابراج القديمة للحسن الروماني حسن بابليون وده طبعا قربها من مسجد عمر بن العاص يدل على الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين في مصر طب نشوف كده مع بعض باقي الاسئلة من نص ايات العلم ربوا بنيكم علموهم هذبوا فتياتكم فالعلم خير قوامي والعلم مال المعدمين اذا هم خرجوا الى الدنيا بغير حطام واخل جهالة في الحياة كأنه ساع الى حرب بغير حساب هات مضاد العلم طبعا الجهل والمراض بكلمة حطام نعرفين الحطام هو ما تكسر من الاشياء والمراض به كل شيء في الدنيا ليس له قيمة وجمع الحياة الحياوات بعد كده الى ما تدعو الابيات السابقة ومما تحذر تدعو الابيات السابقة الى كل الاباء والامهات الى حسن تربية الابناء والبنات بافضل طريقة وهي عن طريق العلم وتحذرهم من الجهل لان الجهل هو الذي يؤثر سلبا في حياة الافراض بل وفي حياة الجماعات كذلك السؤال اللي بعده هات من الابيات تعبيرا جميلا يبرز اهمية العلم وحتميته للفقراء خلي بالكده اللي هو العلم مال المعدمين صور العلم بالمال بالنسبة للفقراء وهذا يدل على قيمة العلم السؤال اللي بعده بيقول لي اسلوب امر واذكر غرضه عندنا رب وبنيكم او علموهم وهزبوا كل دي اسأليهم امر الغرض منها الحذ والنصح والارشاد لطلب العلم لانه افضل طريقة للانسان السؤال اللي بعده اكتب محافظة بيتا يبرز ضرر الجهلي وفضل العلم خلي بالنا العلم والجهل في نص ايات العلم حفظ وانننسى ان هو ايه حفظ العلم يرفع امتا ماشي لكن الجهل يخفض امتا ويذلها والعلم يرفعها اجل مقام تاني الجهل يخفض امة ويذلها والعلم يرفعها اجل ايه مقام تمام زي ما برضو في الابيات انظر الاقوام كيف سمت بهم تلك العلوم يبقى انا لازم اركز جدا جدا من سؤال الحفظ اللي بيقع عليه درقتين طبعا انت مهم جدا انك انت تحصل عليهم شوفي السؤال اللي بعد كده النحو بيقول لي يا مواطن اه لتعرف ان المعرفة حقا تمام اه على تحقيق مكتبة الاسرة فهي تقدم المعرفة اصهارها للاسرة كلها ان بلدنا مصر تقود تجربة عما نورها افراد شعبنا جميعا اه اعرف ما تحته خط اه هنا هذا شعار هنا طبعا جملة اسمية يبقى شعار خبر منفوع وعلامة رفعه الضم تعمل على تحقيقه مكتبة الاسرة تعمل مكتبة من اللي بتعمل مكتبة مكتبة هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضم اه ان بلدنا مصر تقود تجربة ماذا تقود تجربة يبقى تجربة هنا مفعولهم به منصوب وعلامة نصبه الفتح افراد شعبنا جميعا جميعا هنا حال منصوبة وعلامة نصبه الفتح هنشوف بقى نستخرج من الفقرة بدلين مختلفين وحدد نوع كلهم بيقول لي يا مواطن لتعرف ان المعرفة حق للجميع هذا شعار طبعا هنا شعار ما ينفعش لان ما فيهاش الف وعلام فهي تقدم المعرفة ازهارها ايه ازهارها طب نعكس كده ازهار المعرفة اه يبقى فعلا ازهارها ده ايه بدل تمام اجتمال ان بلدنا مصر بلدنا مصر او مصر بلدنا هي نفس اللي المعنى يبقى مصر هنا بدل مطابق بدل ايه مطابق تمام تشوف السؤال البعده وطبعا مصر بلد المطابق ومنصوب علامة نصدي الايه الفتحة والمعرفة ازهارها ازهارها بدل مجرور علامة جره القسرة نعت نوعه جملة عشان نطلع عن نعت الجملة لازم اشوف الكلمة الايه النكرة اللي بعدها جملة هنا تجربة نكرة زي ما انتم شايفين عما نورها يبدا نعت جملة فعلية في محل نصب لان تجربة منصوبة يبقى الجملة الفعلية في محل ايه نصب تمام خلي بلنا كده بعد كده بيقول لي توكيد وازكر نوعه واعراضه عند هنا للأسرة كلها يبقى التوكيد كلها ده توكيد بمعنوي مجرور وعلامة جره القسرة طب كلمة جامعة اللي هي في اخر الكلام احنا نقولنا دي حال منصوبة بالفتحة طب ليه مش توكيد لان ما فيهاش ايه ضميره بعد كده بيقول لي منادة وازكر نوعه وحكمه الاحراض طبعا المنادة هنا كلمة مواطن يا مواطن ده كلمة واحدة وما فيهاش اي تنوين يبقى اسمها منادة نكرة مقصودة طب النكرة المقصودة حكمها ايه تبنى على ما ترفع به يبقى مواطن منادة نكرة مقصودة حكمه مبني على الضم لانه مفرط هنا في محل ايه طبعا نصب يبقى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب بعد كده اه في اي مادة تكشف في معجمك عن كلمة حق طبعا حق اسم الفعل بتاعها حق حق هنا لو لاحظنا هللاقي كم حرف حرفين يبقى لما اجي اكشف اتق الحرف التاني اللي هو القاف واخليها في الحق مع القاف مع القاف يبقى باب الحق فصل القاف وما يثلس هما القاف او في مادة حق ق يبقى لازم وانا بكشف في المعجم لازم اقول الحق القاف والقاف ثلاث حقوف لازم اكون جدا 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 علشان اقدر احصل على الدرجة النهائية ان شاء الله تعالى تمنى لكم التوفيق معكم مستر احمد رجب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى فيديو اخر السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة